الصراع بين الحق والباطل الصراع بين الخير والشر من سنن الله في هذا الكون في كل زمان وفي كل مكان وعلى الرغم من ضعف الحق في بعض الأحيان وعلو الباطل في كثير من الأحيان وانتشار الباطل في أغلب الأحيان إلا أن هذا لا يدوم وإن طال أمده يعني خد بالك مهما تلاقي الباطل منتشر ومهما تلاقي الباطل صوته عالي فده مش هيدوم حتى لو المسافة طالت وخد بالك العبرة مش الأكثرية فين عشان بس الناس كتير قوي يعمل حق ده غلط ولكن كلهم بيعملوا قيدة يعني أنا أحسن من الناس دي كلها لو أنت بصيت في القرآن الكريم القرآن بيلفت نظرك أن أنت أوع تغتر بكثرة أهل الباطل ولا بكثرة زيف الباطل عشان كده هتلاقي القرآن دايما يقول لك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لا يعلمون لا يشكرون سبحان الله دايما الأكثرية في القرآن مزموما وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قلنا على الأكثرية ما قلناش نحن نخلف ونجيب إيال وتترمي في الشارع أمن قلة يومئذ يا رسول الله قال لا ولكنكم يومئذ كثيرون ولكن غثاء كغثاء السيل ما لكوش لازمة الأكثرية المزمومة علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يمدح القلة في القرآن اللي ليها هدف اللي ليها إنتاج اللي ليها قوة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم ويقول وقليل من عبادي الشكور طب يا ترى في واحد عنده القدرة أنه هو يقف قدام بلد بأكملها ويصمد على رأيه وهو عارف أن رأيه صح بس كل البلد ماشي عكس الطيار آه فيه والقرآن حكى عنه آه وحكى عنه الصورة كلنا بمحبها وهي صورة ياسين وعبر القرآن عنهم بأصحاب القرية أصحاب القرية دول اللي سابوا عبادة ربنا سبحانه وتعالى وراحوا عبد الأوسان والأصنام فربنا سبحانه وتعالى بعت لهم رسولين كريمين عظيمين لكن سبحان الله العظيم كذبوا الرسولين فربنا سبحانه وتعالى بعت لهم رسول تالت كتعزيز أو تقوية للرسولين يا ترى كان إيه الحوار ومن الراجل ده اللي ربنا يسجل قصته في القرآن الكريم وعمل إيه اسمع كده ربنا لما يقول في القرآن في صورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون القرية زي ما يقولوا العلماء إن هي اسمها أنطقية طيب وبعدين المفروض إن الرسول صادق وقيل إن الرسولين كان اسمهم صادق ومصدوق يبقى الرسولين الأولين كانوا صادق ومصدوق كان أسميهم طيب وربنا بعت لهم الرسول الثالث اللي هو قيل إنه اسمه شمعون طيب وطبعا لما تلاقي كسرة الرسل في قوم فده مش دليل إنه هم خير الرسل أو خير الناس آسف مش دليل إنه هم خير الناس إنما دليل على كسرة فسادهم خد بالك علشان كده بنوا إسرائيل لما ييجي أقول لك إحنا شعب الله المختار عشان ربنا بعت لنا كثير من الأنبياء نقول له لا حبيبي ده دليل على كثرة فسادك ودليل على كسرة التفافك على شرع الله سبحانه وتعالى وإن أنت ما عندكش مبدأ بتثبت عليه ليه لإن أنا لو مريض رحت لدكتور وخفيت خلاص مش هروح لدكتور تاني لكن لو ما خفيتش هروح لتاني والتالت والرابع فكسرت الرسل دلالة على كسرة الأوبئة والأمراض في هؤلاء الأقوام وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما بعت لهم رسول تالت علشان يعزز موقف الرسولين وعشان كده في رسل بالمناسبة إحنا ما نعرفش عنها حاجة عشان كده خد بالك إحنا تقريبا ما نعرفش اللي 25 نبي ورسول اللي موجودين في القرآن اللي ربنا قال كده ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فأنت عندك آلاف مؤلفة من الرسل والأنبياء خد بالك طيب وعشان لو واحد قاعد ويفهم إحنا عندنا دين واحد اسمه الدين الإسلامي دين الإسلام هو من لدن آدم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما فيش دين غيره إما لإيه شيخ استنى إما للمسيحية شريعة واليهودية شريعة والمحمدية شريعة يبقى الشريعة الإيساوية الشريعة المساوية الشريعة المحمدية لكن الدين هو دين الإسلام يعني الخضوع لله سبحانه وتعالى والاستسلام علشان كده لو بصيت في سورة البقرة هتلاقي وصية سيدنا يعكوب بيقول لهم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولو ركست في كلام فرعون وهو بيغرأ حيقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل وأنا من المسلمين فالإسلام هو الدين لكل الناس وهو الدين الذي لا يقبل غيره بنص القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين